تسكت شركة جوجل على نحو منهجي الأصوات الداخلية المعارضة لتواطئ الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني تنتقم رسميا منها وتخلف بيئة من الخوف داخل الشركة هي خفايا أظهرتها مديرة التسويق أريال كورين إلى العلن في رسالة استقالتها من شركة جوجل الشهر الماضي لأكثر من عام يحارب موظفون داخل شركة جوجل مشروع نمبوس وهو اتفاق بين شركة أمازون وجوجل مع إسرائيل لتزويدها وجيشها بأدوات الذكاء الاصطناعية تحت شعار نوتيك فور إسرائيل أبارتايد أو لا تكنولوجيا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي احتشد موظفون في شركتي جوجل وأمازون في عدة ولاية أمريكية أمام مكاتب الشركتين احتجاجا على تزويدهما بتكنولوجيا التجسسي لإسرائيل المحتجون طالبوا الشركتين بإلغاء عقد مشروع نمبوس البالغة قيمته مليار ومئتي مليون دولار والذي بمقتضاه سيتم نقل قاعدة بيانات حكومة وجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي إلى التكنولوجيا المتطورة وفي الوقفة الاحتجاجية تحدث موظفون في الشركة عن الانتقام الذي تعرضوا له لمحاربتهم المشروع وصولا إلى محاولات استبعادهم في حال أظهروا أي تضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني قضية موظفي جوجل تسلط الضوء من جديد على سلاح الهيمنة التكنولوجية التي تشهره الشركات العالمية في دعمها غير المحدود لإسرائيل هيمنة تضاف إلى ازدواجية معايير تتسم بها الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي في محاربة أي محتوى مخالف للرواية الإسرائيلية وداعم لحقوق الفلسطينيين لكن وعلى الرغم من محاولة حرف الرأي العام العالمي عن الحقيقة كثرت في العامين الماضيين الحملات العالمية المنديدة بالانتهاكات الإسرائيلية كان أحدثها في كندا التي طالب برلمانيون سابقون فيها وعشرون منظمة مجتمع مدني سحب الحزب الديمقراطي الجديد أعضاءه البرلمانيين من لجنة الصداقة البرلمانية الكندية الإسرائيلية واتخاذ الحكومة إجراءة صارمة ضد سياسة الفصل العنصري الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر